مساء الخير تراكمت المفارق والمستدرات السياسية والجنائية في لبنان وتحولت كتلا ملبدة في سماء وطن محقون يطلب من أبنائه ضبط النفس فيما هم مقطعو الأنفاس معلقون على مراجيح الأيام ومنصاتها الاجتماعية الثقيلة بلا عمل ولا عملة وفي الوطن المقسوم رأسا بلا قلب هناك حقائق وجب إعلانها على الملأ من المرفأ إلى الطيون وإذا كانت حقيقة من دمر بيروت قد أخضعت على مدى 14 شهرا لكل أشكال العربدة السياسية فأن الطيون بضحياها ودماء امرأة وستة رجال وجرح مدنيين وخسائر بالمنازل والمحال قد باتت حقائقها بين أياد الجيش اللبناني الذي سحب كل المعطيات الأمنية بصورها ومشاهدها ورصاصها وهو اليوم تقف عنده مهمة قبع الاحتقان وأعلان ما توصل إليه من نتائج لتكون لنا حقيقة ولو مرة واحدة في التاريخ اللبناني من بادر إلى أول النار كيف استهدف الضحايا السبع كيف وما هي هوية القناصة الذين اعتلوا السطوح إن وجدوا والتماس الأجوبة على هذه الأسئلة من شأنها أن تعيد التوازن إلى شوارع أصبحت تحيا على ذكر خطوط التماس وتخشى استعادة لحظاتها المدمرة والأليمة وهذا ما سيؤمن ضبطا للنفس وتحديدا تلك النفوس المحترقة على خسارة كتبت بالدم وبالخسارات القضائية فأن حلولا تطبخها الدوائر السياسية لنزع السلاح الأقوى من يد القاضي طارق البطار وترسيم حدوده في إطار ديق ولا يدخل إلى الغرف السياسية العليا وفي معلومات الجديد أن اجتماعا دام نحو ساعة جمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل هاري خوري والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتقرر دعوة البطار إلى اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلفاء المقبل لعرض اقتراحات يمكن وصفها بكف نصف اليد وبكف من البيت الواحد كان رئيس لجنة عوائل شهداء المرفأ إبراهيم حطيت يعلن في فيديو مفاجئ انشقاقا عن المجموعة ويطالب بتنحية القاضي بطار ويكون موقفا تردد أنه كان تحت الضغط لكن الأهالي تبرأوا من هذه المواقف وأعلنوا أنها لا تمثلهم وفي مواقف التيار الوطني الحر من القضية ككل ظهر رئيس التيار جبران باسيل هذا المساء في ذكرى الثالث عشر من تشرين متوجها إلى قادة تحقيق بالقول إما بتجيب الكلة عندك أو بتفلت الأبرياء المسجونين اللي عندك ورأى باسيل أن هناك استنسبية في مسار التحقيق وأسئلة مشروعة عن الأداء لكن من غير الواضح أن هناك تسييسا من جانب القاضي بطار وأكد أن التيار سوف يواجه من يحاول ضبضبط الملف وفي قنص مباشر على معراب قال باسيل أن هناك شخصا كلما حاول تنظيف نفسه بينجوي بسفك الدم وجريمة الطيون أكبر برهان وكلما أراد أن يحرك الشارع المسيحي يذهب إلى الدم وتاريخه يشهد لكن حقوق المسيحيين لا يمكن الإتيان بها بالدم وهي الفرصة السانحة لباسيل كي يقتنس من جعجع الذي لي يكون مرة ثانية إلا في غاية السرور لكون كل هذا المشهد يؤمن شد عصب وجميعا متكافلين متضامنين يشحذون الهمم لتأمين تأييد الجماعة فيما تطل عليهم ذكرى السابع عشر من تشرين التي وحدها هددت مرابعهم السياسية ومضاربهم الحزبية وثمارها جاءت من خلال صناديق اقتراع نقابية وطالبية باتت تحسب لها السلطة ألف حساب وربما تتهيب اليوم إجراء أي انتخابات مقبلة حتى لا تعد الخسائر الجامعة الأمريكية لم تكن آخر العنقود والتي لم تحصل منها الأحزاب سوى عشر في المئة ومن الآن حتى شهر آخر موعد الانتخابات النيابية المفترضة قد يتم افتعال ارتياب مشروع يؤدي إلى تطيير الاستحقاق كطيران كل ما في البلد